شبكة المعالي الإسلامية تقدم إلى آخر الصفحة وهنا في الركن الأيمن من الصفحة نحدد الدولة أو التي نريد نشاء الحساب من خلالها لدينا جميع الدول طبعا تظهر هنا نذهب إلى مثلا لنقل الحساب السعودي كمثال نختار الدولة وللتأكد من اختيارنا نجد علم الدولة في نفس المكان لعمل لعمل حساب مجاني يتطلب أولا الدخول على أي تطبيق مجاني ولنقل المصحف كمثال أمام التطبيق المجاني نجد نجد كلمة free نضغط على free يظهر لنا هذا المربع نضغط على create new account حساب جديد سيظهر لنا باللغة العربية نختار continue وخطوات سهلة وموضحة أيضا هذه الاتفاقية والشروط نقرأها ثم نضغط على قرأت وأوافق على هذه الشروط والأحكام ونضغط continue الآن نضغط أو نكتب الإيميل الخاص بنا ونختار كلمة مرور كلمة المرور يجب أن تكون كالتالي وأنا راح أكتبها هنا عشان تكون واضحة أولا حرف capital ثانيا حرف small ثالثا أربعة أو عفوا ستة أرقام بذلك تكون لدينا كلمة المرور مكونة من ثمانية أحرف وأرقام حرف capital وحرف small وأرقام بعدها مثلا نختار السؤال السري ليكون مثلا مكان الميلاد نختار أيضا تاريخ الميلاد بعدها نضغط على continue الآن بهر لنا خيار none إذا لم يظهر خيار none فنتأكد من البداية أننا اخترنا تطبيق مجاني نختار none ونكمل البيانات بالنسبة للبوس كود أو الصندوق البريد نختار أي خمس أرقام الآن يؤكد لنا هنا لا نستطيع طبعا تغيير الدولة فيجب أن يتم اختيار الدولة قبل البدء في الخطوات نضغط على continue والآن تم إنشاء الحساب وستصلنا رسالة على البريد الإلكتروني نشوف الرسالة هذه الرسالة الآن ظهرت لدينا نضغط على verify now ننتقل إلى صفحة أخرى الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله طبعا رأينا قبل قليل بهور رسالة خطأ لكن بعد تحديث الصفحة ذهبت الرسالة نكتب الابل ID اللي هو نفس البريد وكلمة السر بعد الضغط على verify address نجد أنه تم إنشاء الحساب الآن وللتأكد من ذلك نجرب طبعا تحميل أي برنامج مجاني ولنقل المصحف كمثال نضغط على المصحف ونضغط على get ونلاحظ أن التحميل الآن بدأ بنجاح ويتم الآن تحميل البرنامج كما نلاحظ أتمنى أن يكون الشرح واضح وسهل تنبيه بسيط فقط أن المعلومات أو البيانات التي نحتاجها للتسجيل تختلف من دولة لأخرى الرمز البريدي من بريطانيا إلى أمريكا إلى السعودية يختلف من دولة إلى أخرى أيضا رقم الهاتف أيضا في أمريكا تحتاج إلى تحديد الولاية لكن تقريبا بنظرة عامة التسجيل والخطوات فيها نفسها لجميع الحسابات المختلفة نلتقي بإذن الله في الأسبوع المقبل ومع خياري ميوزيك ورينغ تونز وإن شاء الله يكون لدينا متسع من الوقت لنغطي خيار فيلمز نلتقي بإذن الله في الأسبوع المقبل مع الدرس الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة